اشتركوا في القناة قلال الايام الماضية يمكن انتبهتوا انه انا بعيد عن الاجوبة على تعليقاتكم طبعا السبب هو وضعي الصحي وانه اغلب النهار انا بكون ما عندي قدرة على الاجابة على احد ولكن بقرأ التعليقات لما بتمكن من هذا الموضوع واللي بقدر ارد عليه للالحاح برد عليه واللي ما بقدر ارد عليه بحاول اني انا اني ارجع وارد عليه ولكن في اغلب الاوقات ما رديت على احد السبب انه انا ما عندي لا القدرة ولا الوقت للرد فابدكوا تعذروني ايام بسيطة ان شاء الله وبرجع برد على معظم الاسئلة اللي موجودة وان شاء الله ما رح اكسر معكم سؤالنا اليوم هو عن النورانية او الروحانية او الروحانية النورانية او العلوية النورانية الروحانية بكل هاي المسميات وهل هذا الاشي صحيح ولا مش صحيح وهل انه هذا الاشي في فائدة ولا ما في فائدة وهل في خطر ولا ما في خطر كل هذا رح نجاوب عليه ان شاء الله تعالى في بداية الحلقة اللي ما بهمه هذا الموضوع وحاب انه يسمع الابراج بيقدر يمشي لغاية ما يوصل للاشارة اللي بتدل على برجه ويسمعها واللي حاب يظل معنا ويستمع ويستفيد ويفيد ونتناقش ويحكي رأيه ونحكي رأينا برضو يظل موجود واهله وسهله بالجميع طبعا هذا الكلام او هذا السؤال منذ الازل بنسأل يعني من زمان بنسأل في كل الديانات وفي ناس دخلت في مجالات وضاعت وفي ناس عملت طقوس وضلت وفي ناس لجأت لاشخاص وضيعوهم وفي ناس دخلوا في هذا المجال وبعدين طلعوا مش مامنين في هذا الموضوع لانه شافوا فراغ في ناس ما كان عندهم صبر ولا عندهم جلد على انهم يتعلموا هاي العلوم وانهم يثابروا فيها في ناس اشترت كتب او جابت كتب بتحكي عن الروحانيات حاولت انها تقرأ فيها دمرت حالها ودمرت اهل بيتها طبعا كل هذا رح نجاوب عليه ورح نحكي ليش ونتناقش فيه يعني اولا عشان احنا نعرف شو يعني روحانيات كلمة روح المفهوم الخاطئ عند الجميع انه الروح هي اساس الحياة وفي ناس فسروها انه روحانيات منت روحن من روحنة يعني وصل لمرحلة انه هو ذهب بعقله لمسافي او لمكان من الافكار والهدوء والسكينة ما وصل اله اي انسان عشان هيك حتى المشروبات الروحية هي اطلق عليها روحية لانها بتروح عن النفس بتخلي الانسان يوصل لمرحلة انه ينفصل عن الواقع اللي هو موجود فيه فاذا الروحانيات هي بمعناها العام انه انت بتنفصل عن الواقع عن المكان اللي انت عايش فيه عن الناس اللي انت عايش فيها وبتدخل على عالم اخر او على حياة اخرى هاي مسألة طيب الروح شو معناها الان بدو يجي اشخاص يقول لك في ايه في القرآن بتقول ويسألونك عن الروح قلوا الروح من امر ربي هذا احنا ما عنا اي اعتراضه كل شيء بامر ربي كل شيء في الكون بامر ربي مش الروح بس ولكن اللي قرأ الآية بالشكل هاد نسيكمل اللي بعديها وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولو رجعت وراجعت كل آيات او كلمات الروح او معظمها اللي وردت في القرآن الكريم دائما لازم ييجي وراها اشي يشير للعلم فعشان هيك لما ربنا خلق آدم وكونه بث فيه من روحه فعشان هيك آدم صار عنده من علم الله اما اصل الحياة ما لهاش علاقة بالروح اصل الحياة له علاقة بالنفس كل نفس ذائقة الموت احنا ما بنا نتعمق في المسألة بس نعطي هيك نقاط بسيطة على كل جانب والله هاي كل فقرة انا قاعد بحكيها هاي بدها يمكن عشرين حلقة عشان نشرحها ولكن بحاول اختصر فاذا كل انسان عنده روحانية لانه ربنا بث فيه من روحه يعني بث فيه من علمه ولكن يختلف العلم هاد وتختلف القدرات من انسان لانسان فيه اشخاص بكون عندهم سرعة البديهة فيه اشخاص بكون عندهم الاحلام فيه اشخاص بكون عندهم الاحساس فيه ناس بكون عندهم تحليل الاشخاص انه مجرد ما يطلع في الشخص بعرف انه هذا الشخص ايجابي سلبي ممتاز مش ممتاز كذاب منافق يعني هاي الامور اللي في اطارها هاي الامور اللي هي احنا بنسميها الفطرة يعني هي بالفطرة خلقت مع الانسان ووضعت في الانسان طيق الدخول في الروحانيات باختصرها بكلمة وحدة او بجملة وحدة اي علم روحاني بدون معلم عالم في مجال الروحانيات هو خطأ ومن لم يكن له معلم فمعلمه الشيطان ما في واحد بيجي هيك فجأة انا صرت نزل علي ملاك او نزل علي واحد باجنحة او نزل علي نور او نزل علي مش عارف ايش لانه بدك تراجع نفسك اول ايش انت مين شو علاقتك مع ربنا ايش النقاء اللي انت واصله ايش الصفات الداخلية اللي موجودة عندك كيف شحنت جسمك بهاي الطاقة عشان يوصلك هذا الاشي هذا الاشي ما بيجي هبة ولا بيجي عطاء ولا بيجي بالسليقة ولا بيجي توريث ولا بيجي باي صورة من هاي الصور انت عندك ملكي كل انسان عنده ملكي هذه الملكي يجب تنميتها بدون شخص يمسكك ويعلمك وينميلك اياها ويوصلك لمرحلة بر الامان انه انت الان تعلمت ووصلت لمرحلة بر الامان عشان تنطلق في هذا العلم لمنفعة الخلق كامل معناته انت هنا بتكون دخلت في ابواب الها علاقة بالشيطان وغرر فيك الشيطان وابين لك انه هو ملاك والى ما لا نهاية اما موضوع النورانية والعلوية والمشعار في ايش خلق لأوراق او لمواضيع كثيرة بتدل على الجهل عشان نختصر الموضوع ونعطي اشارة بسيطة عشان نتوضح الصورة في ثلاث انواع من الخلق موجودين غير الانسان اول واحد هم الملائكة وثاني خلق اللي هم الجان وثالث خلق اللي هم الشياطين الملائكة لا تتنزل الا بامر الله فيجب انه تكون علاقتك مع الله عالية جدا ووصلت لمرحلة انك انت اما ولي من اولياء الله او عبد صالح من عباد الله او نبي او رسول فقيم حالك واحد من الاربع اهدر بعدين بيجي عنا احنا الجان والجان كثر منهم على دين زي الانسان بكل مذاهب وطوائف الانس موجود من الديانات عند الجان وايضا منهم من هو ضل ومنهم من يضلل ومنهم اعوان شياطين يعني بساعد الشياطين في تنفيذ امور طيب وعننا الشيطان او الشياطين بيجي بقولك واحد لا ما هو الجن شيطان او الجن شياطين لا الاية في القرآن مواضحة انا ما بجيب دليل عابر لازم دليل يكون من كتاب الله ان ابليس كان من الجن كان فعل ماضي من الجن ففسق عن امر ربه يعني تغير فسق وصل لمرحلة انه وعصى الله عز وجل فتغير تكوينه كان هو من الجن فلما فسق وعصى رب العالمين تغير تكوينه لمخلوق اخر اصبح شيطان ولما نيجي نقول كان من الجن معناته كان هو وكان في مثيل اله كثير اشخاص بنفس درجته موجودين ولكن هو اللي عصوا هم ما عصوا عشان كفة الميزان تعتدل لانه ما بيصير انه الشر يغلب على الخير بدون وجود الخير عشان هيك لازم يكون الخير والشر متواجدات بكفتين معتدلات او متوازيات واللي بديو يوصل لمرتبة الشياطين هم هذولاء اللي بروحوا بيعملوا طقوس وشركيات وكفريات ومش عارف ايش ومن هالقصص هاي عشان يوصلوا لهاي الامور فاحنا الجهل اللي صار عنا انه خلطوا كل اشي في بعض واصبح كل اشي يا ناس بتحلل يا ناس بتحرم ولكن انا بالنسبة لالي بقول انه هذا علم لا يؤتى لأي انسان ولما تيجي يجيك شخص يقول لك انا عندي روحانية او نورانية او بتعامل مع نورانيين علويين انظر للشخص اول اشي ايش علمه ايش علاقته مع ربه ايش الوضع اللي هو عايش فيه كيف منظر وجهه عشان يكون نوراني هل واضح عليه انه فيه صفة من هاي الصفات فيه شخص بس تطلع عليه بتقول ملاك وفيه شخص ممكن يكون يقرأ قرآن وحافظ لكتاب الله وبس تطلع عليه تقول والله زي الشياطين شكله لانه ما اخذ من كتاب الله شيء وهذاك اخذ اشياء معينة عشان هيك ما يغرقوا الكلام وزخرفت الكلام ولا يغرقوا انه والله انا بعرف خاتم كذا وبعرف رمز كذا وعندي دعوة فلان وعندي مش عارف ايش اللي بدو يتعامل مع ملك لازم يكون ملك واللي بدو يطلب ملاك لازم يكون ملاك واللي بدو يطلب شيطان يكون شيطان اعتقد انه هيك الاجابة بالمختصر رغم انها طويل شوي ولكن ارجو انها تكون تلبي الحاجة بالنسبة لا توقعتنا لهذا اليوم بالنسبة للقمر موجود في برج العقرب ورح يستمر في برج العقرب لساعات المساء هذا النهر ورح يظل موجود تقريبا اغلب الاوقات لغاية توقعتنا للغد في منزلة القلب وحكينا اليوم امس انه منزلة القلب هي للقوة وللانتصار وللنصرة وللثبات وللربح وللسلامة وحكينا انه لما بيكون القمر في العقرب بنكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب باعلى درجات الحب يا منكره باعلى درجات الكرة نشعر بانتقاد الغير وبحدتهم بلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا لازم نسيطر على مشاعرنا لانه ممكن في لحظة ننفجر في اي شخص تحت وطأة ضغط العاطفي او الاحباط العاطفي في هاي الايام بوسعنا شراء بوليس التأمين او قراءة رواية بوليسية او رواية فيها وموض ومشاهدة افلام بالنفس النوعية واتخاذ قرارات حاسمة او شراء بيت بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا النهار في زاوية فلكية رح تتشكل في المساء ساعات مساء الليلي هاي اللي هي الساعة 11 و 12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش الزاوية هاي رح تكون تثليف بين القمر و نبتون زاوية التثليف هاي ايجابية بتعزز الخيال الخصب وبقوى عنا الحدس عليها بكون اكثر المستفيدين هم اللي بعملوا في مجالات الفن والديكور والتجميل او الشغلات الفنية اما الزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر و بلوتو رح تكون هاي في تمام الساعة 10 و 17 دقيقة ظهرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا و افكارنا نتمكن من الغوص في اعماق نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما الزاوية التي تليها هي زاوية ايجابية برضو بين القمر و زحل رح تكون في تمام الساعة 11 و 18 دقيقة بتوقيت جرينيج ظهرا بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز عنا القدرة على الحس بالمسؤولية طبعا بكرة رح يكون في زاوية تسديس بين الشمس والقمر رح نحكي عنها في حلقة بكرة وبرضو بكرة في انتقال الشمس رح يكون برضو من الجدي للدلو ولكن اللي بنحكي عنه انه بكرة مساء لانه لازم انبه قبل بيوم خصوصا في خلو المسار بكرة مساء الساعة 21 دقيقة مساء يعني بعد حلقة بكرة رح يتشكل خلو المسار لانه القمر رح ينتقل من العقرب للقوس زاوية خلو المسار هاي رح تستمر من الساعة 21 دقيقة بتوقيت جرينتش مساء للساعة 10 و40 دقيقة بتوقيت جرينتش مساء في خلال زاوية خلو المسار هاي دائما احنا ما مننصح لانها هاي فترة سلبية على كل الابرج ما مننصح في هاي الفترة لا خطوة جديدة ولا توقيع عقد ولا اي شيء مهم نعمله لا زواج ولا شراء ولا بيع الا شيء كنا ناويين عليه قبل ساعة خلو المسار يعني كنا ناويين ومتفقين عليه انه احنا بدنا نعمله وصادف انه في خلو مسار هذا من وقع لانه ما قررنا في ساعة خلو المسار قررنا ما قبله بالنسبة للقمر رح يظل موجود في العقرب حكينا لغاية المساء الغد وخلو المسار حكينا عنه انه رح يكون يوم تسعة عشر اللي هو برضو للغد وبنتقل بعدها للقوس عمر القمر القمر في انحصار الهلال عمره ثلاثة وعشرين يوم اليوم في تمام الساعة احداش واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش القمر بصير عمره اربعة وعشرين يوم نسبة الاضاءة بتكون ثلاثين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها خلال هذا النهار ومكان وجودها الشمس في الجدي لغاية يوم عشرين عشرين واحد بكرة ان شاء الله رح نحكي عنها مزاجها منتحس حتى ساعات الظهر القمر في العقرب حتى تسعة عشر واحد مساء بعدين ببلش انتقال والقوس مزاجه سعيد عطارد في الدلو حتى ثلاثة اثنين مزاجه منتحس الزهرة في الحوت حتى سبعة اثنين مزاجه سعيد حتى ساعات الصبح بعدين بتصير منتحسة المريغ في القوس حتى ستعاش اثنين مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة اش خمسة مزاجه ممتزج زحل في الجدي حتى احدعش خمسة مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى خمستاش ثمانية وبلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين اربعة مزاجه ممتزج الآن بالنسبة للمشتري وزحل اورانوس ونبتون وبلوتو التاريخ اللي انا حطيته هاد مش تاريخ انتقاله هو تاريخ بداية التراجع تبعه يعني رح يتراجع في هذا التاريخ فعشان هيك لغاية هذا التاريخ هو رح يكون بمسار امامي في هذا التاريخ بيبدأ وعملية التراجع وحكينا انه ممتزج يعني بيكون اغلب النهار بين سعيد ونحيس سعيد نحيس سعيد نحيس فما بنقدر احنا نكتب كل الساعات بين ساعات ونحوستو عشان هيك بنكتب كلمة ممتزج انه طول النهار متقلب من حل لحل وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل كمان اليوم بيحمل لك مكاسب مالية وفرصة لشراكة وفرصة لحصول على قيمة مالية يا بتكون هاي من شراكة يا من تعويض صحتك او صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية رح يتغير الوضع الى صالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية خصوصا في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات او تصحيح الاخطاء المهم لازم تتقبل اراء الاخرين بدون تحفظ ممكن اشخاص منكم ينشغلوا خلال هذا النهار يا بمعاملة يا بمعاملة يا بملف برج الثور كل تفكير كو بنصب حول تدعيم شراكتكم شراكتكم المالية شراكتكم العاطفية طاقتكو مش بالزيادة هذا النهار لانه القمر موجود مقابلكو مباشرة في العقرب بتكو تحافظوا على هدوء اعصابكو نبرد صوتكو ممكن انك تعرض لقاءك للفشل اذا ما اسمعت النصيحة هاي الفترة بتحمل كثير من التوترات لانها يعني تعتبر من اكثر الايام في خلال هذا الشهر فيها انواع من الضغوط قد تدير بالك ما تخاصم حدا وما تعادي حدا اتجنب الخلافات كليا لانه ممكن خصمك اللي يبالك هذا يكون اقوى منك لانه طباعك مش هادية برج الجوزاء بتكو تنجزوا كل اشي بوسعكو من العمل المتراكم خلال هذا النهار بتنظموا جدول غذائكو وتأخذوا قصد كافي من الراحة ممكن ترتاح لبعض الامور او سير بعض الامور الروتينية خصوصا بالرغم من كثافتها يعني دك تراعي ظروفك الصحية وتعيد ترتيب الاوضاع وفي عندك يعني جزئية هيك ممكن تتحسن فيها احوالك لانه تقريبا الزوايا كلها خلال هذا النهار اغلبها رح تكون ايجابية وفي اماكن مساعدة للك طبعا اللي بده يدم على عمل او يعمل مقابل لعمل الفترة هاي ممتاز برضو لالهم برج السرطان يعني يوم زي الامس بتجتازه في يوم ايجابي ببعث على البهج والانشراح ما رح يتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا فرصة مناسبة لتحقيق انجاز بدك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الاجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام تعتبر هاي الفترة من اجمل ايام الشهر واكثرها حظا برج الاسد بتنهمكو في ادخال تعديل على مسكنكم وبتهتموا في امور البيت اكثر منكم ممكن يغير سكنه بميل لأفراد العائلة اكثر لمساعدتهم او افراد العائلة بميل لمساعدة البرج الاسد ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية انها تأثر عليك او على استقرارك بتنهمك بحل مسائل عائلية او شخصية ممكن ينتابك بعض القلق او التذمر خلال هذا النهار وممكن يكون هذا الاشي الاقل الاشارات لانه شوي مكان الشمس بيأثر عليك سلبي عشان هيك بشحنك بنوع من النوع التوتر والعصبية برج العذراء بتنشط في الدراسة والسفر والاتصالات يعني هذا يوم مناسب للي حاب يطلع برحلة او نزهة قصيرة ممتازة لتعزيز العلاقة مع الاخوة مع الجيران ممكن نهتوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة اهم انك تعبر عن رأيك وبدك تفاوض بجراءة بتتميز بسرعة الخاطر والقدرة على ايجاد الحلول برج الميزان بينصب اهتمامك حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال على الاغلب هذا رح يكون من عمل اضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وممكن يطمئن بالك وهواجسك اكثر وظف اموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة اجنبية او من جهة غريبة او ممكن يكون دعم مالي برج برج العقرب انتو اليوم نشيطين وحيويين بنجذب اليكو افراد الجنس الاخر بادروا الى خطوة جديدة من شأنها ان تدعم من اي من مركزكم الاجتماعي ممكن تستعيد حماستك بشكل لافت للانتباه وتنطلق في تمفيذ خطة او فكرة جديدة بتتلقى اشارة او خبر بتنتعش العواطف عندك وبتزدهر اللقاءات ممكن يصير عندك لقاء مفاجئ سار جدا وفي منك رح يفرح لحدث كبير هاي الفترة تعتبر هي من افضل ايام الشهر برج القوس يعني برضو نفس الاشي زي يوم امس يعني يوم مش مريح لا صحيا ولا نفسيا يعني رغم انه ما في اي مخاطر بس انه بنتابكوا نوع من انواع التعب والارهاق النفسي والصحي اللي بنصحكوا فيه انه تنجزوا فقط اللي بوسعكوا عملوا من العمل الضروري وانه تنتبهوا لحالكوا تحاولوا انكوا ترتاحوا حاولوا تبعدوا عن المغامرات والرهان على الحظ بتعاني من تراجع في الارباح والمعنويات والحيوية ما تجازف لا بسلامتك ولا بسلامة عملك فترة فارغة من الحظوظ لغاية بكرة وبعدين الامور كلها ان شاء الله بتنغلب لصالحك برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا اشخاص ممكن يعني يكونوا مميزين جدا وترتاحوا لصحبتهم بوسعكوا تحقيق امني بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية اقتنس الفرصة لاعلان رأيك للحصول على موقع معين استغل هذا النهار لانه بكرة القمر رح يكون في بيت متاعبك فرح تدخل في فترة صعبة حاول انك تستغل هذا النهار لتنظيم الوقت عشان تستغله قبل اليومين الصعبات اللي جايات برج الدلو يوم مناسب للي ببحث عن عمل او برغب في ادخال تحسين عليه واللي بيعمل وبنجحوا في اثبات جدارتهم ونيل رضى المسؤولين بتكو تحافظوا على هدوءكو وتحاولوا انكو ماثيروا الفتن طبعا مش من طبعكو ولكن هاي ميزات ممكن تطلع في لحظة هيك انك تيجي يعني بطريقة غير مباشرة تسرب لك معلومة تسرب لك كلمة تخلط الدنيا في بعض يعني حفاظا على المصالح فروح لانت شابك الدنيا في بعض وانت مش منتبه يعني هاي فترة مهمة وبتمتحنك لا تضعف ولا تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الحوت بصلكوا خبر صار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطف مع حبائكو يوم مناسب لإجراء مقابله تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كمان ممكن أنك تلتقي إشارة أو خبر صار هاي يعني تعتبر برضو من أجمل أيام الشهر الفترة اللي أنت فيها هاي بتكون الفترة دينماكية جدا وبتشكل محطة لانطلاقها بورش جديد أو عملي جديد أو اتصالات جديد أو تغيير محور في عملي أو دراسي في خلال الفترة في خلال هذا اليوم أحاول أنك أنت تستغله بالشكل الإيجابي هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم مش رح أحكي لكو إنه في كبسات ولا رح أحكي لكو اشتركوا ولا رح أحكي لكو اكتبوا كومنتات ولا رح أقول لكو اعملوا لايكات أنتو لحال كل اللي بيكو تعملوا اعملوا أنا مش رح أطلب منكو إشيه وعارف إنكو ما بتقسره وشكراً لكل اللي ما بيقسره واللي بيساهمه لإنجاح القناة وإيصالها لكثير من الناس وشكراً لاللي ما بيشارك برضو واللي بتابعه بصمت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء